كلام القدسي لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من منتدى سيف القدس أنا اخترت لمداخلتي في هذه الحلقة عنوانا أعتقد أنه يستحق النقاش في ضوء ما يثار من جدل طويل عريض في الساحة مؤيد معارض محلل محرم حول ترابط بين جبهتين لبنان وغزة أساس هذا الكلام طبعا الإعلان اللي تم بلبنان على لسان الرئيس بري ثم تأييد الشيخ نعيم قاسم لحراك يقوده الرئيس بري حرقيا عنوانه وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 ثم في إطلالات الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله تأكيد على أننا انتقلنا من جبهة إسناد إلى جبهة دفاع عن لبنان هذا كلام واضح ثم الكلام عن وقف العدوان النقطة الأولى وحماية سيادة لبنان بمعنى الشعور بأن غزة لم تعد حاضرة إلا في التحليل وبإعلان التضامن المبدئي من حيث أن القضية الفلسطينية ومظلومية غزة وحجم الإجرام الإسرائيلي والتوحش الجاري في غزة مع التغاضي العالمي أو التواطؤ العالمي والتخاذل العربي كل هذا الشرع لكن بالآخر مش عم يحضر بالخطاب الإجرائي اللي له علاءة بثوابت المقاومة بمعادلاته شيء له علاقة في غزة وهذا الاستنتاج طبعا صحيح يعني أن المقاومة واضح أن هذا الشيء بمقاربة المقاومة لم تعد غزة تحضر بصفتها هي العنوان الذي تتم تحت رايته المعركة ببيانات غرفة العمليات لا يزال الأمر مختلفا بعد كل بيانات غرفة العمليات بتبلش بإسنادا لغزة وشعبها ومقاومتها الشريفة بعد هذه المعادلة التقليدية اللي بدأت فيها المقاومة بعدها مكملة بغرفة العمليات لكن بالخطاب السياسي ما عادت ذات الآلية التي تحضر فيها غزة ثم جاء الحديث عن أنه فيه اتفاق وقف إطلاق نار قريب وبالتالي الأمور تتقدم وأن الورقة التي جاء بها هوكشتين في عليها ملاحظات أخذت الملاحظات ونحن على أبواب الوصول إلى اتفاق وهوكشتين متفائل بأنه في فرصة جدية للوصول إلى اتفاق والإعلام اللبناني والعربي يتحدث عن قرب وصول الاتفاق فصار السؤال المطروح هل أن حزب الله سيوافق على فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة وقد بدأت الحرب تحت هذا العنوان بدأ من بعده الكلام أنه سماحت السيد له مقاطع واضحة يقول فيها قولا واحدا وقطعا ويقينا لن تقف جبهة لبنان لو طربأت السماء على الأرض وخربت الدنيا وهذا ما في مجال لا تفكروا بأنه بتوقف جبهة لبنان بدون جبهة غزة لذلك أنا اعتقدت أنه نحن بحاجة للناقش هذا الموضوع ونعيد تأصيل فهمنا له من خلال المعطيات اللي عنا على الأقل النقطة الأولى اللي بدي أولى أنه هل نحن أولا على المستوى القضايا المطروحة للتفاوض خلينا ناخدها ونقول الوصول إلى اتفاق على جبهة لبنان عم بحكي الأواقعيا وبمعزل عن الشعارات والأهداف ومواقف الأطراف يعني بغض النظر شو خلفية حزب الله وبغض النظر شو الخلفية الإسرائيلية عم نحكي عن طرفين في حالة حرب السؤال هو بقراءتنا للسياق الموضوعي والتاريخي ولموازين القوى لكل من الطرفين هل الإسرائيلي شو المعروض عليه لا يعمل اتفاق وحزب الله شو المعروض عليه لا يعمل اتفاق المعروض على حزب الله وعلى لبنان عموما هو الملحق الأمني لـ 17 أيار اللي فيه الأجواء مفتوحة أمام الإسرائيلي طبعا كانت مقيدة بـ 17 أيار يعني أحسن من هلأ أنه متروك أخذ إذن الجيش اللبناني والتنسيق معه شرط حتى التوغلات إذا كانت من ملاحقات لبعض الجماعات اللي هني بيسموها مخربين وإرهابيين وكذا بالتنسيق مع الجيش اللبناني هالمرة أوسع من 17 أيار طيب نحن عم نحكي عن تركيبة لبنانية حزب الله لما كان فيه 17 أيار كان بعده نواة يعني غير فاعلة القوى اللي كانت يتصدرها الرئيس نبيه بري في تلك الفترة كعنوان لجبهة المعارضة لنظام أميني جميل وجبهة المقاومة للاحتلال توافقت على خوض معركة مع النظام اللي كان حاكم الجيش بالحضن الأمريكي الحكومة أمريكية الرئيس أمريكي إسرائيلي الجيش الإسرائيلي على أبواب بيروت كان بعده على أطراف جبل لبنان الأمريكان بعدهم بقلب بيروت وبالتالي ما نقبل هذا الشيء ما نقبل مش بس لأنه الوطنية عالية أو قراءة موازين القوى مختلفة قراءة موازين القوى أين تلك اللحظة من هذه المقاومة الآن أقوى ألف مرة والأمريكي والإسرائيلي أضعف ألف مرة وكان الإسرائيلي بعده موجود موجود بمشروعه مشروعه المائب اللي ينسحب من لبنان لبعد 18 سنة أو 16 سنة إذا عم نحكي بال83 84 فمش أنه كان ناضج للانسحاب لا كان متمسك بالبقاء والبقاء حتى يحيي اتفاق 17 أيار وهذا الاتفاق موقع عليه الأمريكي مش بس موقع عليه الإسرائيلي ورغم ذلك أسقط الاتفاق طيب هل تستطيع المقامة في لبنان أن تقبل الآن الإسرائيلي عشو مختلف اللي بيقول أنه فيه ثلاث شروط هو لا تنازل عنها شو بده بموضوع فرنسا ومشاركة فرنسا باللجنة هذا موضوع سخيف وتافه وأصلا ما بيستاهل لبنان يتمسك فيه يعني شو فرنسا وشو أمريكا الثلاث نقاط هي التالية واحد أنه يرفض دمج ملف الحدود بملف وقف إطلاق النار شو يعني دمج ملف الحدود يعني تعديل 17 سفر واحد لأنه 17 سفر واحد بيقول انسحاب إلى الخط الأزرق ثم حل الملفات المختلف عليها في المناطق المختلف عليها بمبادرة من الأمين العام لتقديم مقترح وخلال 30 يوم الأمين العام هذا إذا ما نعمل من 18 سنة طيب هيك ما نعمل من 18 سنة يعني ليش ما نعمل يعني إذا فكرنا ليش ما نعمل ليش ما الإسرائيلي تجاوب مع مضمون 17 سفر واحد وهو كان حاضرا على ولادته لأنه الإسرائيلي لا يريد أن يتنازل عن مكسب السيطرة على الأجواء هذا موضوع الناس بتفكروا أنه انتهاك للسيادة هيك يعني أنه جملي بتنحط بتوصيف صحفي هذا شرط ضروري إذا الإسرائيلي بدو يرجع يعمل حرب على المقام مش شرط مفيد أساس لا يمكن خوض حرب قادمة على المقامة دون بنك أهداف يجري تيويمه وبنك الأهداف على شو بينبنى بينبنى على التصوير اليومي اللي بيلاحظ شو هي المتغيرات وبيبني في برامج يعني عم يشتغلوا عليها الإسرائيليين وقدر تتفيدهم أنه كل الشاحنات اللي بتتنقل بلبنان عم تتصور على مدى الأيام إذا حطيت أنت برنامج بس يقول لك الشاحنات التي تسلك طريقا واحدا وتصل إلى نقطة ذاتها خلال سنة بيطلع معك من أصل المليون رحلة أنه في مئة ألف ينطبق عليها وهل مئة ألف موزعة على مئة عنوان الشي اللي منها الإسمنت والبحث والرمل بيصيروا في ألف وموزعة على عشر عنوين شو نقلين هول في منهم خضار شو اللي الخضار اللي راحين على الحزبة بيطلع معك أنه في الباقي جاي بسلاح فإذا النقاط التي وصلوا إليها هي نقاط من مواقع تخص حزب الله وهكذا ومثل تنقل السيارات البشر الأفراد اللي بالليل بيتنقلوا من البقاء على الضحية شو هني شو أرقامهم السيارات من وين بيجوا من أين وإلى أين بيحللها بيطلع منها بالآخر أرقام سيارات وأسماء وقال له كيف يبني بنك الأهداف وبالتالي سحب هذه الورقة من يد الإسرائيلي يعني الإسرائيلي عم بيقول أنا خلاص ما بقى بدي أعمل حرب بالمناطق المتنازع عليها في منطقة مستحيلة بل يطلع منها الإسرائيلي هي مزارع شبعة مش تسليمة لليونيفل لمين مكان لأنه لا حرب على لبنان أو على سوريا إذا مزارع شبعة مش بييده مش عمقول بالمطلق بس عمقول أنه في نسبة مهمة من التموضع الجغرافي اللي بتمثله مزارع شبعة اللي هي أعلى نقطة في كل النقاط الموجودة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بل إن مزارع شبعة تطلع على الجولان على جنوب سوريا على دمشق على البقاع على جنوب لبنان على سهل الحولة وصولا إلى حيفا وبالتالي التخلي عن مزارع شبعة يعني قرار أنت موقع استراتيجي بها الأهمية تتركه لما تكون خلاص عم تعمل سلام بدون اتفاقية سلام نهائية في المنطقة مع لبنان وسوريا ما بيطلع الإسرائيلي من مزارع شبعة ولذلك ربط مزارع شبعة بموضوع سوريا فإذن هو أمرين ما إبل هو يتنازل عنهم لهذا السبب ودفع كلفة هذا التمسك شو هي الكلفة أنه حزب الله أعفي من الانسحاب من جنوب الليطاني طيب ما هو بيعرف أنه بالـ 17-01 فيه بند اسمه أنه حزب الله عليه أن يسحب قواته النظامية وأسلحته الثقيلة من جنوب الليطاني بيموجب التزامات الـ 17-01 بس هاي الالتزامات تستحق في المرحلة الثانية اللي اسمه الوقف الدائم لإطلاق النار اللي اسمه الوقف النهائي وحل دائم للنزاع وهذا ما بيستحق إلا بعد ما تكتمل مرحلة الانتهاء من الأعمال الحربية وبالأعمال الحربية أولى الأولويات هي وقف الانتهاكات الجوية هذا عمل حربي هذا ما نوشي تاني وهذا عمل عدائي بتعريف القانون لمفهوم وقف إطلاق النار ينسب إلى الأعمال العدائية وليس إلى الأعمال المرتبطة للوقف النهائي لإطلاق النار فإذا هو عمل حساباته مضبوط قال إذا كان ثمن التمسك بالسيطرة على الأجواء والبقاء بمزارع شبعة هو أن لا يستكمل تنفيذ الـ 17-01 وأن يبقى وقفا هشا لإطلاق النار فهذا أفضل ألف مرة من أن يتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار بهذه الأثمان العالية طيب هو الآن شو بده بده شرع نتا هاي المكتسبات البند الأول هو بقاء الانتهاكات الجوية اللي هو بسميها الطلعات الجوية التي يريد أن يتحقق من خلالها أن حزب الله لا يعيد بناء قوته العسكرية هذا اللي قاله هو بالضبط حرفيا أن التحقق من عدم بناء حزب الله قوته العسكرية لا يمكن أن يتم من دون حرية الحركة في الأجواء نين تأجيل ملف المناطق الجغرافية المتنازع عليها ثلاثة تغيير المهل بالمهل كان في بالـ 17-01 نص واضح أن الانسحاب يتم فورا مع وقف يعني العمليات الحربية وقف إطلاق الرصاص يتم الانسحاب إلى الخط الأزرق هو عم بيقول لا بده 60 يوم بالمفاوضات اللي صارت مع هوكشتين وصلوا للسبعة أيام هو بده 60 وبموضوع حزب الله 60 يوم حتى ينسحب بعد أن يكون قد تم الانتشار الجيش واليونيفل وانسحب الإسرائيلي إلى الخط الأزرق فهو بده يعني يعني إلوه 60 يوم وحزب الله فورا شو الهدف منها الهدف منها أن يتحكم بالبقاء وبالتالي أنه في شيء مش عاجبه بيبقى يعني بهذا المعنى إذن هاي النقاط هل يستطيع هذا السؤال الأول الإسرائيلي أن يتنازل عنها أنا رأيي لا يستطيع إذا قبل الإسرائيلي بالتنازل عنها فهو يقبل بأن لا حرب قادمة رغم أنه تخلى عن فكرة نزع سلاح حزب الله أي أنه يقبل بأن والنقطة العفوان الرابعة هي الحدود اللبنانية السورية إخضاعها لرخابة دولية طيب هون نقاط مين في يعطي إياه أولا خلينا نحكي على المستوى اللبناني مين بلبنان بيقدر يعطي إياه حتى لو هزمت المقامة أنا ما أقول المقامة قوية أنا عمقول لو وصل واحتل مثل ما كان محتل بال83 على أبواب بيروت وإجد الدولة اللبنانية طلبت قوات أمريكية ما كان هذا هو الوضع بال83 وبال84 اضطر أمين جميل اللي إجا على الدبابة الإسرائيلية وبالمباركة الأمريكية يوقع على إلغاء اتفاق صباح الحيان طيب فإذا هذا الطلب الإسرائيلي الحيوي والإستراتيجي لا يمكن الحفاظ عليه لا يمكن تحقيقه إلا باللا اتفاق بالاتفاق مستحيل شو ما كانت تركيبة السلطة ما رح يلاقوا سلطة طيعة أكثر من سلطة أمين جميل ما رح يلاقوا الجيش بنوه هن أصلا تحت باطن يعني بال82 هن استلموا بقايا جيوش ممزقة بلبنان فشكلوا قيادة وعملوا إعادة تنظيم للكتائب والألوية بإشراف ضباط أمريكيين مباشرة وجوني عبدو مدير المخابرات يشرف على كل التفاصيل اللي هو معروف علاقته بالسي آي آي وهو يباهي بها يعني مش أنا عم وجه له اتهام من عندي يعني وبني الجيش على هذا الأساس وأنه هذا الجيش بكفاءة الفرق الأمريكية وعطوا جابوله أسلحة ويجهزوه للحرب الأهلية طبعا مش جهزوه ليقات الإسرائيل يعني أو ليقات الدول وكانت النتيجة أنه بالأربعة وثمانين عم نحكي من تشرين تاني اثنين وثمانين لشباط الأربعة وثمانين يعني عم نحكي بالضبط ست عشر شهر خلال ست عشر شهر انقلب الوضع رأسا على عقب طيب هذا جرى بظروف أمريكا كانت بأوج قوتها إسرائيل بأوج قوتها لبنان والعربي على فكرة راح أميني جميل على قمة فاس بالتلاتة وثمانين بأذار تلاتة وثمانين وعطوه تفويل روح فاوض وجيب نحن ما قدرين نعمل لك شيء كعربي شو بيطلع لك اتفاق سلام اتفاق سلام لما مخلاص العرب ما فينو يفيدوك بشيء وكانت وقتها إذا بتذكروا معروضة يعني مبادرة فهد بن عبد العزيز إذن في جو عربي هذا الجو العربي اللي كان بالتلاتة وثمانين أحسن من الجو العربي الموجود هلا لعنوانه التطبيع والجو الدولي اللي كان موجود وقتها أفضل أكيد من الجو الدولي الموجود اليوم لصالح أمريكا وإسرائيل عم بحكي والجو اللبناني أفضل مليون مرة كانت شيرنينك وقتها بروسية إذا بتتذكروا ورغم ذلك نحن أنه حتى أندروبوف هذه مبارح حكي زميلنا الأستاذ خالد أندروبوف إجا بعد ست شباط نحن بقلب الانتفاضة أذكر كنت بعدني لابس عسكري أنا ورحت أنا والرئيس بري على السفارة السوفيتية للتعزية بتشري وبعد منها يجا أندروبوف يعني لم تأتي انتفاضة ست شباط التي أنهت سيطرة النظام التابع للأمريكان وهذا كانت تتمة وثمرة لتحول بالموقف السوفيتي أبدا نسوها هاي يعني وأنا رأيي نحن من بالغ كثير بقراءة تأثير الموقف السوفيتي وانعكاسات وهذا مثل ما كنا أثناء الاجتياع 82 ناطرين انذار سوفيتي للقوات الإسرائيلية لم يأتي طبعا فواقع الحال إذن بلبنان من هلأ أنا يعني بوقع وبعلن استحالة أن تقبل الطلبات الإسرائيلية طيب لا نجي على الموضوع الإسرائيلي فيه إمكانية للتراجع فيه إمكانية عند الاستسلام يعني إذا قررت إسرائيل أنها هزمت وإذا قررت إسرائيل أنها هزمت أنا ألا بنحكي شو بيصير لكن خلينا نقول أولا أنه نجحت المقاومة هذا اللي بدي أقوله بأن تتفاعل مع المرحلة الثانية من الحرب التي بدأت بالضربات المجهزة ضد حزب الله وبيئته وبنيته لمتدت بعشرة أيام من 17 ل27 نجحت بأن تحضر عدة مواجهة لهذه المرحلة بأدوات تضع الإسرائيلي بين خيار من اتنين إما أن يقبل الهزيمة وإما أن يتحمل هو مسؤولية المضي في الحرب ليش؟ لأنه بقاء الحرب تحت عنوان لا وقف للحرب إلا بغزة يعني شيئا واحدا يعني أن حزب الله هو من يتحمل مسؤولية استمرار الحرب بنظر سائر اللبنانيين وبنظر المجتمع الدولي بالرغم من الكلفة العالية المترتبة على لبنان كبنيان كاقتصاد كأرواح كتدمير لإسرائيلي أنتم مسؤولين أنتم عم تقولوا ما منواقف لا توقف بغزة حر هو يغزة مش متفقين أنتم عم تدفعوا الثمن لأنه في حزب لبناني قرر بده يعمل هيك حجب الله لم يقل أنا فكيت مع غزة هاي متل لما بتطلع حماسو بتقول أنه نحن لا نمانع بدولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 67 لكن ما بتقول نقبل حل الدولتين لأنه حل الدولتين يعني اعتراف بإسرائيل المقاومة تقول نحن نقبل بالـ 17-01 ووقف إطلاق نار نحن ما دعينا له لكن إذا عرض علينا وسؤلنا نحن ما عنا مانع وما بتقول بالمقابل نحن لا نقبل بوقف إطلاق النار إلا بعد غزة هذا التأقلم مبني على قراءة تقول بأن الإسرائيلي عندما يقبل بهذه الشروط فهو يسلم أهم ورقتين قوة لا بد منهما من أجل حرب قادمة والحرب القادمة هي شرط ضروري لنظرية أن حزب الله مسلح ولا نريد الآن وليس هدف الحرب نزع سلاحه كل قيادة إسرائيل صارت مسلمة بهالموضوع أنه هذا هدف أبعد مدى فإذن هذا يحتاج حرب لاحقة إلا إذا إسرائيل باتيجي تقول أنه نحن مستعدون للتساكن مع قوة مقاومة مسلحة بأحدث أنواع الأسلحة ولا نريد حربا عليها يعني الحرب القادمة تأتي منها أو لا تأتي يعني يا المقاومة بشن حرب يا إسرائيل خلاص سلمت لنسلمت أهم أوراق يجب أن ترتكز عليها في شن الحرب واضح أنه الإسرائيلي ما نؤادر من خلال مبين حتى هلأ أضاف مبارح نتنياهو أمام الكناسة سحب الصواريخ الدقيقة من حزب الله أنه ما أادر ما أادر يتأقلم مع فكرة أن يذهب إلى تبريد جبهة مع لبنان يجب أن يظهر هذا انتصارا إسرائيليا والمعروض عليه هو أن يظهر هزيمة إسرائيلية وبالتالي هذا الاستعصاء يكمل الحرب تحت غطاءه طيب واللي عم بصير اليوم نحن اليوم شو شهدنا اليوم غير الجبهة البرية والضربات بين مبارح واليوم عم بحكي 24 ساعة الإسرائيلي رايح له حوالي 10 دبابات يعني تقريبا بعد شوي ما يعادل مجزرة هذه الحجاب وإذا أخذنا اللي صار بالرمي الصاروخي هذا مش رمي صاروخي حدا عم يرفع عتن أنه نحن تعهدنا أنه تل أبيب مقابل بيروت كبولنا صاروخ على تل أبيب نحن قدام مشهد بالمواجهة النارية وبالرماية الصاروخية لجهة تريد أن تهد بنيان الكيان أن تزعزع هذا البنيان أن تصيبه في الصميم هذه نقطة أولى موازين القوى اللازمة إذن لوقف إطلاق النار على جبهة لبنان هي واحد من اثنين إما أن يتمكن الإسرائيلي من فرض موازين قوى مش معياره الوصول للليطاني لأنه أنا لا أستبعد أن تتركه المقاوم يصل إلى الليطاني إذا باقي الحرب وأنا يعني محل غرفة العمليات أنا ما بطول حرب الاستنزاف أنا المقاومي آلاف مقاتلين موجودين بالأودية وموجودين بأطراف القرى وبفوت الجيش الإسرائيلي على الليطاني وبعملها مطحنة عضمه لحمه دم واللي بيطلع طيب بعد هذه المعركة هو الربحان وهذا قد يحدث وأنا رأيي ستكون نهاية الجيش الإسرائيلي عندما يحدث فهذا مش المعيار الوصول للليطاني المعيار هو وقف الصواريخ إذا ما أدري يوقف الصواريخ اللي بتنزل على العمق الإسرائيلي هو لم ينتصر حتى لو وصل على أطراف بيروت طيب وبات لدى المقامة صواريخ إذا مش بعدت وراء الليطاني إذا بعدت وراء العاصي يعني شو بئي معه بين العاصي والحدود السورية خمس كيلو ماتر فيهم مرابط صواريخ بعيدة المدى أدري من هونيك أن ترمي على العمق الفلسطيني أدري ترمي على إيلات وبالتالي المعيار للإسرائيلي يقدر يقول أنه انتصر ويجي بورقة الشروط للبنان اللي أنا بقول مهما حتى لو هزمت المقامة وهذا معيار انتصار الإسرائيلي ما في خده لن يجد لبنانيا يجرؤ أن يوقع له عليها وبعيد أنا آي الكلام عن الموضوع الفلسطيني من زمان لماذا ليس هناك أفق لتسوية حتى لو مهما كانت طبيعة القيادة الفلسطينية لأنه في ملف بقلب النزاع اسمه القدس الفلسطيني الذي يقبل بالتوقيع عن القدس سيقتله الفلسطينيون والإسرائيلي الذي يقبل بالتنازل عن القدس سيقتله الإسرائيليون ما في إمكانيه وبهذا أنا أقول لا يوجد إسرائيلي يستطيع أن يسلم بشروط لبنان ولا يوجد لبنان يستطيع أن يسلم بالشروط الإسرائيلية طيب إذا الحرب بدأت تكمل وتكمل لماذا لا نكملها تحت عنوان قادر على إعادة لم الداخل اللبناني ويحقق قدر من الإحراج للأطراف اللي بتعرف أنه حزب الله مكمل مع غزة بس بتعرف أنه هي مش قادر يقول له أنت ضد السبعة عشر سفر واحد ومش قادر هي تنزل عن السبعة عشر سفر واحد حتى سمير جعجع ما قادر يقول أنا بيقبل بحرية الطلعات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية وأنا بيقبل بأنه إسرائيل يكون عنده حرية التوغل في البر اللبناني ما بيقدر هو عم بيقول لازم نزع سلاح حزب الله طيب روحوا على السبعة عشر سفر واحد وتعول ننقل على مناقشة نزع سلاح حزب الله ونشوف شو بنا نعمل بقى بمستقبل السلاح وكيف بنحمي لبنان وهذا نقاش يعني مش جديد معروف وتفاصيله معروفة ما بدي أخذ يعني حوارنا باتجاهه لأنه عدة المنطق القوي فيه كاملة المقامة جاهزة فضلوا لنحكي حدا منكم كلف خاطره يحكي ببناء جيش قوي قادر على منع الانتهاك الأجواء اللبنانية لحتى يطلب تسليم سلاح المقامة أو التخلي عن سلاح المقامة هذا بنلحق عليه بوقته إذن القضية الآن هي هك بيجي للأمر الثاني ميزان القوى اللازم لحتى ترضخ يعني يربح الإسرائيلي أنه يكون عمل انتصار كامل يعني بيقبلوا اللبنانيين أو ما بيقبلوا بدي يقول بالحصيل أنه مبين الإسرائيلي مش عم يقدر نفرضه ميزان القوى ليس لصالحي والمقامة باقية بقدرتها هلا بنجي للمحل المعاكس طيب المقامة المعروض عليها ممكن أنه يتقبل فيه إذا عم نقول أكثر اللبنانيين يمينية لا يستطيع أن يقبل أكثر اللبنانيين علاقة بإسرائيل لا يستطيع لا يستطيع أن يقبل فإذا نحن قدام استعصاء موضوعي طبيعي تخوضه المقامة تحت العنوان الذي يوفر لها أوسع استقطاب داخلي بدي يجي هلا للنقطة الثانية إذا الإسرائيلي خرج مهزوما ووصل إلى حد أنه ما بقى فيه مجال جيشه عم ينهار لأنه ممكن حدا يجي يقولها الكلام داخله ما بقى يتحمل مناخ دولي مثل مصار هلا بقصة المحكمة الجنائية اللي أنا رأيه وأنا حكيت عنها أن ما في هذا القرار أعظم من تنفيذه أعظم الأبعاد المعنوية والسياسية والاعتبارية لهذا القرار أهم مليون مرة من تنفيذه أولا أنه ليس قرارا سياسيا لجهة دولية هذا لا قرار أخذته أمريكا لهذا بدأت عاقب المحكمة وبدأت عاقب الدول اللي بتنفذ القرار وقطعا ما أخذته أوروبا اللي باعت عشرين مراجعة في خمسين مراجعة استلمتهم المحكمة ثلاثين إسرائيلية وعشرين من دول أوروبية تطلب صرف النظر عن الملاحقة هاي الحكومات اللي بعتت مراجعات مش إي اللي قالت للمحكمة هذه المحكمة جاءت امتدادا لمناخ التحول في الرأي العام وهذا التحول يهود وغير يهود يعني مش بس أنه يعني هذا فيه يهود بقلب المحكمة مشاركين فيه وفيه يهود يعني واحد كان سفير أمريكا سفير إسرائيل في الأمم المتحدة كان من الذين تم التشاطر معه وأخذ رأيهم القانوني وهو وزير عدل سابق وبالتالي فإذا نحن قدام قرار يعبر عن هذا التحول التاريخي في الرأي العام الغربي وهذا التحول التاريخي فرض نفسه على الحكومات وجبرها أنه تقول سننفذ القرار هذا شو بيعني هذا بيعني كل ضابطه جندي ومسؤول بالدولة في كيان الاحتلال يقيموا حسابا الآن أنه قد يكون عرضا للملاحقة أنه هو جنود والضباط اللي أنت عم تقول له روح تقول له اللي بتكون يعملوا اللي بتكون يعملوا هو شو عم بيقولوا اليوم اسمي مكتوب أنه بكرة أي مجموعة حقوقية بأوروبا عربية إسلامية أوروبية أصيلة بتروح بتعطيها أسماء الضباط والجنود اللي ارتكبوا المجازر في غزة ويرتكبون في الضفة والتجويع وسواه أنا مبارح حضرت أول مبارح ومبارح الملخصات طاعة القنوات العبرية كل النقاشات اللي فيها بتقول حكومتنا مسؤولة عن هذه النتيجة في المحكمة وخطة الجنرالات تتحمل 50% لأنها تقوم على التجويع والتجويع بند رئيسي في مرتكزات قرار المحكمة في الاستجابة لطلب المدعي العام وكان طلب المدعي العام في أخذه وعطى حوله بالشهور الثلاثة الأولى بعد بدء تطبيق خطة الجنرالات بالإجماع أخذت المحكمة القرار طيب هذا تحول نحن عم نحكي على أنه بيأجي حدا بيقول مظبوط هذا سبب تغير الإدارة الأمريكية وعم بيقول له ترامب خلصلي قبل ما اسلم والجيش تعب الداخل ما حيتحمل الصواريخ فممكن ينضج نتنياهو ويقبل بالشروط اللبنانية كويس لا ناخد هالفرضية إذا وصل نتنياهو للوضع الذي هل أد الكيان متعب هؤلاء الأسباب ما خصهم بس بلبنان خلينا نرجع نتذكر أصلا هو ليخوض الحرب على لبنان مش إنه كان آسم جيشه نصين ونص عم بيقاتل بغزة ونص عم بيقاتل مع لبنان وهلأ بيقدر يتفرغ لغزة هو لا يجع على لبنان جاب من غزة وبالتالي نظرية إنه هذا سيجعله قادرا على التفرغ لغزة يتجاهل إنه ما بالأصل هو كانوا بغزة هو راهن على أن نصرا في جبهة لبنان ما كانتش من فجر جبهة لبنان هو اللي فجره بين 17 أيلول و27 فجره لأهداف تتصل بقسم ذهر المقامة والقضاء عليها فإذا سلم بأنه خرج منها مهزوما هذا الجيش وهذا المجتمع وهذه الحالة اللي هو فيها هاي بتأهله ليرجع يخوض حرب من أجل يعني شو ما هي الحرب اللي بدي يخوضها بغزة أنا رأيي مشروع التهجير فشل بسبب الوطنية الفلسطينية من جهة لإلى علاقة بكل ذاكرة التهجير ورفض الاستعداد للهجرة مرة أخرى لكن الأهم بسبب وحشية الكيان أنه الكيان مش تارك مجال للناس تترك من الشمال لتروح على الجنوب والجنوب آمن وبيعمل فيه بإنسانية والمساعدات بتفوت والمستشفيات شغالة وإلى آخره هو ينقلها من الموت إلى الموت فبتفضل الناس تموت ببيوتها ولذلك ما صارت هجرة من الشمال صار شي بسيط بس الكتلة الأساسية بعدها موجودة وانت عم تحكي عن 200-300 ألف صارحات 47 جندي حسب أرقامه بين ضابط وجندي قتلى في جباليا بس طيب هول اللي حاطتهم بجباليا مقابل صفر ولا شي بيناتهم لواء يعني جنرال وبيناتهم اثنين قادت كتائب برتبة رائد وواحد بنحال وواحد باعتقد المظليين طيب إذن شو النتيجة يعني شو هي الخطة الحربية التي سيذهب فيها إلى غزة شو العنوان السياسي التعبوي بقلب المجتمع اللي بدي يطرحوا لمواصلة الحرب على غزة صفر لأنه عمليا إذا بتاخدوا الخط البياني للمقاومة في غزة بخود آخر شهرين على سبيل المثال وخود أول شهرين يعني تشرين أول وتشرين تاني بالتلاتة وعشرين والتشرين أول وتشرين تاني بالأربعة وعشرين راح تلاقي الأربعة وعشرين ثلاث أضعاف الثلاثة وعشرين شو السبب؟ إن المقاومة خلاص تأقلمت مع الظروف الجديدة اللي اسمها فيه احتلال وموجود وهذا كيف تدير عملياتها في ظل الاحتلال وبالتالي هو ما عد عنده أمل هاي نعم نحكي 18 سنة بجنوب لبنان وما قدر يخلص والآن بيبقى 18 سنة بغزة وما بيخلص وهو بيعرف هذا الشيء لذلك إذا وصل إلى العجز عن تحقيق إنجاز في لبنان واليقين بأن الجيش ما بقى يحمل لأنه نتنياهو إذا الجيش بيحمل أهون عليه يكمل بالحرب من أن يوقفها ليه لأنه الإكمال بالحرب بيظل يعني حالة داخل المجتمع لا فيها لجان تحقيق ولا فيها محاسبة ولا فيها مساءلة ولا فيها فك وتركيب سياسي لذلك بيظل مكمل بالحرب بحدود قدرة الجيش على الاحتمال شو أي قدرة الجيش على الاحتمال ألا تبدأ كتائبه بالانهيار والتفكك والهرب من الجبهة هلأ على كل حال بلشت عنده مشكلة الاحتياط الاحتياط أنه هلأ بمعلومات أنا متأكد منها يعني من أقارب لجنود ببلدان أوروبية يتحدثون لزملائهم بالعمل معلومي موثقة 100% عندي شخصيا أنه واحد بيقول أنه أولاد إخته وأولاد خيه أخذوا من البيت مكبلين وتم رميهم عشرة أيام في معسكر اعتقال قبل نقليهم إلى معسكر التجنيد مثل أوكرانيا تماما مثل ما عم يعمل هلأ زيلنسكي اللي بيشيلوه من عرسه هاي العسكري اللي جايبوا بهذه الطريقة هذا ما رح يحارب هذا بدك تحطه مقابيل ابن المقاومة اللي قاعد عم بيصلي وعم بيدعي أنه يكون الشهيد الأول ويقول له أنه رفقاته الليلة دوري ما حدا يزيد علي ويحملوه وصايا سلملنا على السيد وسلملنا على هادم أبيل هذا إذا كان موشي أرينز بمؤتمر هيرتزيليا لما عم بيناقشوا بالألفين ويقول لهم أنه عندما نتحدث عن نقاط الضعف والخلل ونريد أنا ما عندي مانع بأنه ينقال أن الجبهة الداخلية ما كانت مجهزة الملاجئ بالمكيفات وكانت أيام صيف حارة وأن الجنود في الخطوط الأمامية ما كانت تصلهم الوجبات الساخنة في مواعيدها ما عندي مانع أنه هون عالجهم بس هل فعلا نحن خسرنا الحرب لهذه الأسباب لأن علينا كي نجيب أن نسأل ماذا كان يجري على الضفة الأخرى من الحرب على الضفة الأخرى من الحرب مش بس ما كان فيه ملاجئ مجهزة بمكيفات ما كان فيه ملاجئ وكانت البيوت تسقط على رؤوس أصحابها وتخرج امرأة وتقول في دائجر السيد وكان فيه شباب ببنت جبال 17 شاب من حزب الله ينتظرون 500 جندي من لواء قولاني ويمطرونهم بالرصاص وقد مضى عليهم أسبوعين بلا طعام وهم يأكلون العشب وبقايا الزيتون والمخلل الموجود في المنازل المهجورة فبالتالي المسألة هي هنا هذا اللي حكى عنه الحج عماد الروح التي تقاتل فهذا بدك تقاتله بهذا وبالتالي نحن قدام معادلة إذن أنه هو مش قصة أنه إذا راح أنه عغزة خلاص شو بدوا يعمل بغزة ما نحن عم نشوف المقاتل اللي بغزة عم بيروح تحت الدباب وبيحطوا لعبه وبينطرها لا تنفجر وقعدين هني متخبين بقلب الدبابة قبر جماعي حديدي عم نشوف الطريقة كل يوم كل يوم كل يوم أنا يعني في شيء مذهل عقيقة هلأ أعلنوا هني هلأ كذابين بس الرقم ضربوا باثنين ضربوا بثلاث بس تضربوا بكل أقسامه هني قالوا 11 اليوم جرحها 6 بغزة و 5 بجنوب لبنان عم تتخيلوا شو عم نحكي 6 بغزة و 5 بجنوب لبنان كل هالمعارك الضارية إذا إلنا 50 بجنوب لبنان وهذا هو الواقعي معناتها في 60 بغزة وبالتالي إنه شو رايح عغزة شو بدوا يعمل بغزة آه أنت بروح عغزة إذا عمل نصر بلبنان وأخذ شروطه بلبنان بنيم لبنان عند هذه المكاسب اللي اسمه حق التجول في الأجواء رقابة أمريكية للتحقق من تفكيك سلاح الصواريخ عند حزب الله رقابة على الحدود السورية اللبنانية حق التوغل في الأراضي اللبنانية إعادة تعديل للمهل حزب الله ينسحب فورا من جنوب الليطاني هو يبقى 60 يوم ما ياخد وقته بهال 60 يوم بيخلص غزة عم بيحكي خططه رهانه وقع الكارثة اللي اسمها لبنان وافأ وسلم وتخلى عن غزة وانهزم وخرج من الخارطة على غزة سيكون برهانه مثل الضربة التي وجهت لحزب الله تحدث أزمة وزلزالا معنويا يسهل عليه ربح الحرب في غزة بس مش هذا اللي عم بصير هو معروض عليه يوقف إطلاق نار هو مهزوم انه يقول انا بدي سلم الأراضي وانا بدي تعهد ما ادخل على الأجواء وبالتالي اللي كانت بيدي هذه المكاسب بدي اتنازل عنها وكل اللي بده يطلعلي انه رحمة حزب الله انه رجع مهجرينك وبالتالي هذا الاستعصاء في المعركة الخاصة بلبنان وبرأيي هالاستبسال اللي عم تمارسه المقامة وهالصعود خط البيانة صاعد في الايقاع الناري سيجعل اي اتفاق وتذكروا دائما بالحروب هذا الموضوع حاسم واساسي لماذا نليد العليا في الايام الأخيرة من الحرب الاسرائيلي بحرب تموز حاول ان يوحي لما ضرب مجمع الحسنين بالضاحية اللي هي اربع ابنية دفعة واحدة انه هو ينهي الحرب بضربات قوية ومقتدرة الان المقامة عم تحط انه اذا انت الليلي بدك تناقش موضوع وقف اطلاق النار ناقشوا على قاعدة ان الكيان كله تحت النار مش انه انت عم تناقشنا تعالوا للمفاوضات تحت النار انت تفاوض وكيانك كله تحت النار تقبل بشروط لبنان التي نازع انتزعت المقامة من اسوأ اللبنانيين سياسيا الى افضلهم الى مقاومتهم حدا فاصلا لا يستطيع احد ان يتنازل عنه شو الحل عنده انا رأيي المقامة بتعرف شو الحل عنده وهي تدفعه باتجاه هذا الحل الحل عندما يصل الى لحظة العجز عن المضي بالحرب ان يذهب الى اتفاق غزة وان ينجز اتفاقا في غزة اتفاق غزة مين مرجعيته الامريكان والمصريين والقطريين يعني الامريكان اتفاق لبنان مش هوكشتاين مرجعيته مرجعيته قرار مجلس امن دولي واي تعديل عليه بده مجلس امن ومين بيقدر يطلع من القرار مين بلبنان بيقدر يعطي التزامات مش ناصص عليها القرار ومين راغب اصلا يعني انه الرئيس بري اللي امضى خمسين سنة بان يكون رمزا لهذه المقاومة واليوم هو ورث مكانة سماحة السيد في الرعاية العامة لمشروع المقاومة ومفوض من المقاومة ان يكون بده يروح ينهي حياته بخيانه وهو في السابعة والثمانين مين اللي بده ينهي ما احد ومنك مهزوم لا تعطي وانت وضعيف ما اصلا مين فاوض على سبعة عشر ايار وقاد المعركة لإسقاطه نبيه بري ومين فاوض بالستة وتسعين على تفاهم نيسان نبيه بري ومين فاوض بالالفين وستة نبيه بري على السبعة عشر سفر واحد طيب هو الآن بضرف أفضل من كل هول لا يقبل بأسوأ من كل هول ليه يعني بأي عقل بدنا نستنتج هذا الشي وبالتالي فإذا هو الآن قدام محل ما عنده مجال إذا وصل إلى أنه خلاص جيشه ما بقى يحمل مجتمعه ما بقى يحمل وضعه السياسي ما بقى يحمل المهلة الأمريكية إذا أخذناها بعين الاعتبار أنا ما كتير يعني بوقف عندها لكن خلي اللي بيأخذها بعين الاعتبار يأخذها فإذا بده يضطر ساعتها شو يعمل إذا ما عاد قادر يكمل حرب مجلس الأمن ما فيه تحكم فيه مثل الثلاثية وما بيراعيه مثل الثلاثية مش بس لأنه في روسيا والصين وحق الفيتو لا كمان مجلس الأمن فيه معايير موضوعية بتحكم النصوص اللي بتصدر عنه دوائر قانونية ومطابقة القانون الدولي مثل أصل المحكمات الجنائية الدولية ما له مصلحة أصلا هو أصلا بالمبدأ وين فيه محل يفضل التشويات القائمة على وساطات تقودوا أمريكا وعشان هيك عم بيدخل لجنة وساطة فيها أمريكا ليجوف السبع طعش السفر واحد لما يكون المرجع هو الأمم المتحدة ولذلك المبادرة الفرنسية الأمريكية اللي قالت وقف اطلاق نار ثلاث أسابيع واللي بلا سمحت السيد بالمناسبة يعني اللي بيقولوا انه هذا تحول لا ما هو سمحت السيد وافأ على البيان الفرنسي الأمريكي اللي وافأت عليه الحكومة اللبنانية بعد التشاور مع المقاومة وعلى قاعدة خلي نشوف بيمشي اللي هو وقف اطلاق نار ثلاثة أسابيع على جبهة لبنان يجري خلالها التفاوض على تطبيق سبع طعش سفر واحد وسبع عشرين خمسة وثلاثين وأنا كنت جازم أنه ما رح يمشي فيه الإسرائيلي لأنه يفضل ما يروح على جبهة غزة بقرار دولي اسمه سبع عشرين خمسة وثلاثين في حل الدولتين وفي مدرجو وفي فك الحصار اللي هلأ ما عادش على جدوى الأعمال التفاوض يعني المقامة ما عادت بذات الحيوية التي تستطيع أن تملي فيها شروطها اللي كانت في البداية مكتفي بالانسحاب الشامل وإعلان نهاية العدوان فبروح على قرار مجلس الأمن اللي فيه فك حصار وفيه دولتين وفيه شو بده فيه ولما بتقول مرجعية قرار مجلس أمن دولي أصعب وأعقد أنا رأيي بيروح على المرجعية الأمريكية القطرية المصرية مع بيجيبوله أفضل ما يمكن الحصول عليه من المقامة اللي أنا رأيي إذا إجاء ونقال أنه خلال ثلاثة شهر بينسحب من نتساريم يمكن تقول المقامة ما في مانع وإذا قال أنه خلال ستة شهر بيطلع من فلادلفيا ورفع يمكن تقول ما في مانع بالتالي بما يحفظ ماء الوجه ليقول أنا تحققت وتيقنت من أن المقاتلين لن يعودوا وإلى آخره وكذا لكن في النهاية المقامة لن تقبل باتفاق دون انسحاب كامل ودون إعلان نهاية الحرب إذا هولن حطوا بصيغة إذا انهار الإسرائيلي معمول هلأ في اللحظة التي يصل فيها أنه هذا الجيش بدي يبلش فروت والجيش بيبلش فروت معروف بالحروب والإشارات بلشت على فكرة مش بس عم بيحكي الاحتياط وعدم الالتحاق بغزة الشباب عم بيروحوا على مواقع بيستطلعوها بالنهار بيجوا بالليل اللي ينفذوا عليها بيلووا العسكر هربان وهذا واحدة من العلامات اللي شفناها بالألفين بالألفين المقاومة شو اللي خليها تقرر الهجوم الشامل على الشريط الحدودي هالإشارة أنا أذكر الحج عماد الله يرحمه قال أنه في ست سبع مواقع مش بمحل واحد بالطيبة من ميل فوق الزواطر من ميل بمجدل زون من ميل في مواقع نستطلعها بالنهار نروح بالليل لنضربها نلاقي ما فيها عسكر نقعد فيها للصبح نفل منها الساعة ثلاثة لأنه هني بدون ينجوا الساعة ستة هذه واحدة من علامات أنه القيادة مش موجودة للتابع والجنود خايفين ومرعوبين وبالتالي بيهربوا بالليل حتى ما يكونوا عرضة لإطلاق النار لما بيدخل الجيش هذه المرحلة يعني خلاص وجنود ما بتلتحق واللي بياخد الإجازة تابعه ما بيعود يرجع على القدمة وبهوا إجازات مرضى أنا أكيد زملائنا اللي بفلسطين وعم بتابعوا عم يسمعوا القنوات العبرية الوقائع بالعشرات اللي بتدلل على هذا الهريان اللي بدأ يصيب الجيش هلأ نص قوام حتى لواء جولاني صار احتياط يعني فقدت ألوية النخبة صفة النخبة ما عادت نخبة أكتر من هيك بيقول لك حجم الإجازات المرضية التي تتلقاها دوائر العديد هذا أربعين بالمئة من دعوات أنه راح إجازي شوي باعت إجازة مرضية مطلوب الدعوة على الالتحاق إجازة مرضية بشكل يعني فاضح فهذا إذا كمل هذا الوضع ومعه هالرمي الناري اللي عم تضربه المقاومة بتصاعد تدريجي بعد ما وصلت إلى السقف الأعلى ما بتكون بلغت السقف الأعلى قبل ما تصير ألف إطلاقها باليوم فهي وهذا يمكن ياخد شهرين وثلاثة شهر إذا كملت الحرب على هذا المستوى وهذا ما راح تعملوا المقاومة إلا لما بيكون الإسرائيلي وصل لأنه قيمة التصعيد بعكس الإسرائيلي الجيوش النظامية عموما أصلا تدخل الحروب بيشيء اللي اسمه الصدم والترويع بتحط تسعين بالمئة من طاقتها بقوة الاندفاع وبتخلي عشرة بالمئة لكل السنة الباقية من الحرب والجيش الإسرائيلي هيك عمل السلي اللي حضرها لضرب حزب الله هي يعني شو بتتخيل بعد أكثر من اللي عملوا بها العشر تيام المقامة بتبلش بالمقلوب بتبلش المقامة بالأول بامتصاص الاندفاع الأولى بالتحييد من وجه لما تتلقى الضربات القاسية شوفوا أنتو غزة مثلا لما اندفع الإسرائيلي بالحرب البرية المقامة شو عملت حيّدت من طريقه ما راح تواجهته ما وقفت في طريقه وبدأت بعدين نتنظم صفوفة ترتب أمورها تتأكلم مع الوضع الجديد حتى وصل يعني خطة صاعد والمقامة الآن في جنوب لبنان خطة صاعد الجيش الإسرائيلي ما بقى عنده شي يعمله وبالتالي بالتوقيت اللي بتوصل أنت لقناعة أنه هو على حافة الانهيار بتعمل الضربات الكبرى مش أنه ومتى نرى مئتي غي صاروخ تنزل على تل أبيب دفعة واحدة في الوقت الذي يكون هذا كافيا لفرض وقف إطلاق نار فالإسرائيلي وين بيروح بيروح على غزة بيقول بعمل اتفاق مع غزة أضمنوا عبره أولا أفضل نص لأنه فيه إمكانية للتلاعب بالنص الأمريكي راعي أحادي أين أضمنوا عبره مرجعية إشراف مريحة مع الأمريكي ثلاثة أضمن عبره وقف الحرب على كل الجبهات أنا إذا وقفت بغزة وقفت بلبنان وقف اليمن وقف العراق إذا وقفت بلبنان ما وقف شي حتى اليمن والعراق راح يقولوا نحن ملتزمين بإسناد غزة بالتأكيد استفدت لذلك أنا رأيي عندما يصل الإسرائيلي طالما أن نصاب وقف إطلاق النار في لبنان ليس تحسين وقعية الإسرائيلي وخروجه مزهوا بانتصار بل يعني مخزيا بهزيمة لا بيروح بنهزم الدم اتفاق بغزة أو بيعمل حرب على إيران يعني يا بيروح بشن حرب تدمير منشآت نووية بإيران وعلي وعلى أعداء يا رب يا بيروح على غزة بيعمل اتفاق أما اتفاق بلبنان على كل حال هاي الايام جاي وأنا شخصيا أقول قطعا مش بقول احتمال أرجح وأرجح قطعا أنا أقول لن يكون هناك اتفاق لبناني إسرائيلي لن يكون لا 1701 هو في يقبل ولا من 1701 حدا بلبنان في يقبل ويوم يشعر بأنه بات عاجزا ليش لا يعمل هزيمة فاضحة بيروح على غزة وبيعمل اتفاق بغزة وبيصير وقف اطلاق النار في لبنان وبل اتفاق بيوقف اطلاق النار وخلينا سنتين ثلاثة نتفاوض مع لبنان محل ما نحنا قاعدين خارج الخط الأزرق منبقى وبالتالي مزارع شبعة والنقاط المتنازع عليها طلعاتنا بالأجواء مستمرة بدوا لبنان يفاوض على هول منفاوض على مقابلهم وهذا يعني بياخد سنتين وثلاثة مفاوضات لحين لنشوف وين بتكون المنطقة راحة أنا سأشتفي عند هذه النقطة وأترك المجال طبعا للنقاش وأنا رأيي طبعا المقاومة درست جيدا هذا ووصلت إلى يقين بأن لا امكانية لهذا الاتفاق وبأن الطريق الوحيد ورأيين إلهم وقت طويل صار لهم جمعة شاغلين الساحة رأي بيقول معقول حزب الله يترك غزة وفي حدا بيروح أبعد بخون وبيشكك وباع وشتر وإلى آخر والرأي التاني اللي بيقول ولبنان ما بيحق له بعد 11 شهر من التضحية وقدمنا أغلى التضحيات وقدمنا السيد وقدمنا إلى آخر روح عمله ربع اللي عملوا لبنان وبعدين طالبوه أنا أقول لا هذا له مبرر ولا هذا له مبرر بل أقول هذا مضر ومؤذي وهذا مضر ومؤذي صار الاتفاق إلي تمني واحد أنا لا أمنع أحد من أن يكون عنده شكوك أو تمنيات أنه حدا يقول بركي حزب الله بده يقبل وحدا يقول بيحقل له حزب الله يقبل أنا بقول الاثنين بتمنى عليهم بمحبي لأنه هول عم بحكي باللي ببيئة المقامة عفاظا على وحدة ساحاتنا أجلوا النقاش ليوم يصير الاتفاق وأنا بوعدكن أنه ما حيصير فليش ننقسم على اللاشيء ما هي خطة الأمريكية زدتلن هالفتايشي ولعبن فيها وخليون يتآتلوا عليها هذا بيقول له خاين وهذا بيقول له بعت وهذا بيقول له اشتريت وهذا بيقول له أنه لبنان شو أديش دفع لبنان شو تحمل لبنان شو ضحها لبنان وبتبلش الناس تنتفريش بعضها وهنا يعدين عم يتفرجوا علينا فأنا أدعو إلى لف هذا النقاش وطيه وأقول الخائف من أن يذهب حزب الله إلى اتفاق يتخلى فيه عن غزة حقه يخاف ما بدي أقول له ما تخاف بدي أقول له بس انطور إذا رأيت مثل هذا الاتفاق فلك الحق ولا اللي عم بدافع عن أنه لحزب الله الحق في أن يفعل هذا بدي أقول له ليش عم متناقش بشيء لم يحدث بعد وتوجه كلامك اللي بيبين تمنن وتربيه حجميل بما هو واجب حزب الله ما كان عم بيربي حجميلي بمعركة غزة لحتى تبلش أنت بإسم الدفاع عنه تربي حجميل فطول لي بالك وبس يروح حزب الله على اتفاقه ويهجموا عليه طلع دافع عنه قبل رجاء يعني يعني عيرونا سكوتكم بمعنى التشكيك بالمقاومة أنها باعت هو في غير مكانه يسيد استباق للأحداث والدفاع عن المقاومة بداعي حقها الوطني أعلى مرتبة بزمن التفتت والناس عم بتدافع عن كيناتها كمان بحق إلا المقاومة تطلع على الداخل اللبناني كمان بكير عليه لأنه ما وصلنا لهون طريق وقف إطلاق النار ما هي نحن مش بلاش كنا عم نقول ما في أمن وطني بلا أمن قومي نحن مش لأنه هاي قناعاتنا كنا عم نقرأ في الواقع عم نقول بالواقع اللي مفكر فيه إمكانية لأمن الوطني ينحفظ بدون الأمن القومي اللي عنوانه فلسطين وهمان هاي التجربة تؤكد هذا أن الذهاب إلى صيغة تحفظ السيادة اللبنانية ولا تمر في غزة استحالة استحالة واللي مش مصدقني ينطر بكرة بيشوف أنه ما في إمكانية للوصول إلى صيغة تحفظ بدك تعمل اتفاق مع الإسرائيلي أحساب السيادة اللبنانية ايه فيك بس تحفظ السيادة اللبنانية استحالة لأنه هذا الإسرائيلي إذا قادر يبقى مكمل الحرب على غزة ما رح يسلم لك بالسيادة اللبنانية ويوم اللي بيسلم لك بالسيادة اللبنانية يعني ضعفة إلى الحد الذي لا مبرر فيه لعدم توقيع اتفاق مع غزة واتفاق غزة يبقى الطريق الأقصر لهدنة طويلة في المنطقة وليست شيئا آخر وأصلا الإسرائيلي ما عم يبحث غير عن هدنة طويلة في المنطقة سلام القدس لكم وعليكم آسف للإطالة طبعا لحظات ونكون مع الدكتور زياد ترجمة نانسي قنقر